أعتقد أن مستوى والعدد الصناديق الغير مفتوحة والتي يجري الآن عدها وفرزها يدويا هي من الكثافة والعدد الكبير بمكان أنه قابل لتغيير بعض المساحات وإجراء تغييرات في النتائج الأولية التي أعلنت يوم أول أمس أعتقد أن ألفين محطة فيما يقارب 250 ألف صوت ممكن أن تجري تغييرا نتيجة لاختلال الأوزان في بعض المناطق نتيجة لفرز هذه الأصوات كان لافتا في الإعلان الأول هو في بغداد حصول سيد محمد حربوسي أو حزبه تقدم على أكبر عدد من الأصوات يليه طبعا بعده اتلاف الأحزاب الشيعية المدعومة من إيران ماذا يعني فوز قائمة محمد حربوسي أو حزبه تقدم في بغداد بعد إقالته من رئاس المجلس النواب يعني هو استثمار جيد للأزمة التي تعرض لها سيد رئيس مجلس النواب وتسويقها لجمهوره وأنصاره على أنه مظلمة تعرف العراقيين دائما ينتصرون لكل صاحب مظلومية وأحدث هذا الإجراء تعاطف شعبي كبير في مساحات هي تعتبر أنصار لحزب تقدم الوضع يختلف هنا في بغداد كانت يعني تقدم كان لها مساحات في سبع أقضية ونواحي على سور بغداد أو حزام بغداد خارج بغداد الجديد في الموضوع أنه هذه الأزمة وهذا تعاطف الشعبي أدخل مساحات جديدة ضمن مساحات تقدم بحيث دخلت تقدم إلى داخل بغداد وأحرزت هذا المستوى الكبير من النتائج أيضا من اللافت في هذه الانتخابات أن مشاركة أهالي كاركوك هي الأعلى من ضمن المحافظات كاركوك شهدت المشاركة حيث وصلت النسبة إلى 66% هذه نسبة الإقبال هذه الكبيرة في المشاركة في انتخابات المجالس المحلية والمحافظة في كاركوك على ماذا تدل وكيف ستنحكس على قضية المناطق المتنازع عليها مستقبلا؟ كاركوك شهدت تجاذب سياسي كبير ونزاع قومي وأرقي وطائفي وكل أنواع النزاعات أضف إلى ذلك أنها لم تكن مشاركة في التجربة السابقة للانتخابات هذه الأول مرة منذ فترة طويلة والمجتمع الكاركوكي هو متعطش لممارسة حقه في الإدلاع بصوته وممارسة الديمقراطية لكن كل هذا يعني راح يصب في مصلحة بعض الكتل التي سوف تحكم قبضتها على داخل كاركوك وكذلك أطرافها العرب أعتقد أنه لديهم هاجس للتمدد أكثر من قضاء الحويجة باتجاه داخل كاركوك وكذلك قابلهم اليكتي خاصة الاتحاد الوطني الكردستاني في هاجس الاستحواذ على المنصب المهم منصب محافظ كاركوك المادة 140 هي المعنية في مسألة المناطق المتناجعة عليها ولا يمكن للمساحات الانتخابية أو لرزان الانتخابية أن تؤثر على هذه المادة أشكرك جزيل الشكر من بغداد أبو ميثاق المساري باحث في الشان السياسي